بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم وأما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن القياس ومسالك معرفة علته والاعتراضات الواردة على علته شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض الأدلة المختلف فيها وعبرت بقولي بعض الأدلة لأن هناك أدلة أخرى غير التي ذكرها المصنف لم يردها وقد أورد الطوفي في كتابين من كتب في التعيين وفي التفسير الذي هو مطبوع باسم الإشارات كلاهما ذكر أن مجموع الأدلة التي نص الفقهاء عليها سواء كان متفقًا عليها أو مختلفًا فيها قال إنها لا تخرج عن ثمانية عشر دليلا والمتفق من هذه الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومن أهم الأدلة التي يستدل بها الاستصحاب والاستصحاب هذا من الأمور التي يستخدمها الفقهاء لكن بعضهم يتوسع فيه توسعًا كبيرًا كالظاهرية وبعضهم يكون استخدامه له استخدامًا أقل وهذا المصطلح وهو الاستصحاب يسميه بعض الأصوليين والفقهاء باستصحاب الحال تمييزًا له عن استصحاب الواقع حيث أن بعض الجدليين يقسم الاستصحاب إلى نوعين استصحاب حال واستصحاب واقع فيكون استصحاب الحال استدامة ما وجد في الزمان الأول في الزمان الثاني وأما استصحاب الواقع فإنه استدامة ما هو واقع في نفس الأمر على كل تقدير لا ينافيه وهذا هو الفرق بينهما ولذلك تجد في كثير من كتب الفقه والأصول يسمون هذا الدليل بدليل استصحاب الحال ولكن على العموم هذه طريقة بعض الجدليين لكن يشار لها إشارة المسألة المهمة عندي وهي مسألة هي التي تتعلق باستخدام هذا المصطلح وهو مصطلح الاستصحاب إذ كثير من الفقهاء والأصوليين يطلقون هذا المعنى على أكثر يطلقون هذا الاصطلاح على أكثر من معنى فيطلقونه على أشياء مجمع عليها وأشياء مختلف فيها ويطلق على أشياء يسميها بعضهم استصحابا وبعضهم لا يسميها استصحابا ولذلك لابد من المهم أن نعرف كل استخدام لهذا المصطلح وهو استخدام الاستصحاب ومن أحسن من تعرض لهذه المسألة الشيخ تقي الدين فقد بين عليه رحمة الله استعمال الأهل العلم للاستصحاب وبين أنه يصل إلى أنواع ربما تصل إلى ستة أو سبعة لكن قسمها إلى تقسيم معين وانتبر هذا التقسيم فإن هذا التقسيم مفيد ويبين لك كثير من الأحكام المتشابهة أولا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الاستصحاب ينقسم إلى نوعين النوع الأول الاستصحاب في أعيان الأحكام وأشخاصها هذه التسمية التي سمّها الشيخ سمّها ابن القيم استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي ومعنى هذا الاستصحاب هو أن يثبت الحكم وإنما يكون العين هل يوجد فيها ذلك الحكم أو هو مشكوك وهذه القاعدة في الاستصحاب ليست هي المرادة عند الأصولين وإنما يسميها الفقهة ويريدونها كثيرا وهي القاعدة المشهورة عندهم في مسألة الشك واليقيب فإذا تيقن الطهارة ثم شك الحدث أو شك في ورود النجاسة فنقول إنه يستصحب الوصف السابق وليس هذا المراد لأنه ليس دليلا وإنما هو استصحاب للحكم في العين الواحدة العين لم تتغير وإنما الحكم نستصحب الحكم فيها لعدم ورود المغير للحكم فيها من حدث أو نجاسة أو نحو ذلك وهذا النوع متفق بين أهل العلم على إعماله ولا خلاف فيه وإن وجد خلاف بين بعض الفقهة في تطبيقه إما لوجود تنازع بين أصلين فلا يعرف أي الأصلين هو الذي يستصحب وإما أن يكون هناك تنازع بين الأصل والظاهر والأصل تقديم الأصل إلا إذا كان الظاهر قويا ودلت القرائن عليه فيكون ناقلا حينئذ فيكون كاليقين وعلى العموم فإن مسألة تعارض الأصل والظاهر هي قاعدة مشهورة جدا في القواعد الفقهية وهي من القواعد المشكلة كما نبه عليها أهل العلم مراد من هذا الكلام كله أننا نعلم أن هذا نوع من أنواع الاستصحاب يوردونه ولكنه ليس المراد في كتب أصول الفقه النوع الثاني هو المتعلق بأصول الفقه وهو استصحاب الحال في أجناس الأحكام كما عبر الشيخ بمعنى إيجاد دليل من أدلة الشرع يثبت بها الحكم سواء كان تحليلاً أو تحريماً أو وجوباً أو نحو ذلك أو نفي وجوب أو نفي تحريب فيكون استصحاب للحكم في جنس الحكم استصحاب الحال في جنس الحكم وليس في العين وإنما في الجنس هذا الشيء جنسه أعطيه حكماً كلياً هذا النوع هو الذي يتناوله الأصوليون وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا النوع ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول وهو استصحاب حكم الخطاب حتى يرد ما يغير ذلك الحكم مثل أن يقول الأصولي الأصل في الأوامر الوجوب أو الندب ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك أو الأصل في النهي التحريم أو أن النهي يقتضي الفساد أن الأصل أن النهي يقتضي الفساد فيستصحب هذا الحكم الكل في أوامر الشرع إلى أن يرد الناقل والمغير وهذا المعنى متفق عليه من حيث الاستعمال والحكم وأما تسميته بالاستصحاب فليس كل الأصوليين يسمونه استصحابا فإن ممن سماه وجعله أحد أنواع الاستصحاب ابن عقيل في الواضح وبيّن الشيخ تقي الدين أن أكثر الفقهاء والأصوليين لا يعدونه من الاستصحاب وإذلك قال إدخاله في الاستصحاب فيه نظر لكن لماذا ذكرناه؟ لأن بعضا من الأصوليين كابن عقيل أورده في أنواع الاستصحاب حكما هو متفق على إعماله لكن هل يسمى استصحابا أم لهذا هو الذي يعني محل النظر والغالب والمتأخر لا يسمونه استصحابا لكن موجود في بعض الكتب أنه استصحابا النوع الثاني وهو استصحاب حال الشرائع الماضية إلى أن يأتي في شرعنا ما يغيره وسماه بعض الأصوليين استصحابا فجعلوه من نوع استصحاب الحكم السابق في جنس في جنس الأحكام وطريقة المتأخرين جميعا أن هذا النوع من الاستصحاب يفرد بدليل مستقل فيسمى شرع من قبلنا وسنتكلم عنه اليوم بمشيئة الله عز وجل ولكن بعض المتقدمين من الأصوليين يعدونه نوعا من أنواع الاستصحاب فيرون أنه استصحاب لدليل سابق فكما تستصحب البراءة وغيرها فإنك تستصحب أيضا حكم الشرائع السابقة إلى أن نرد في شرعنا ما يدل على خلافه أو يدل على نسخ تلك الشريعة النوع الثالث من أنواع الاستصحاب الذي هو بمعنى استصحاب الحال في جنس الأحكام هو استصحاب حال الإجمع إذن استصحاب حال الإجمع وهذا سيتكلم عنه المصنف على سبيل الانفراد بعد قليل والنوع الرابع والأخير هو استصحاب دليل العقل استصحاب دليل العقل إذن ذكر الشيخ أن الاستصحاب نوعان والنوع الثاني ينقسم إلى أربعة أقسام آخره استصحاب دليل العقل ذكر الشيخ أن استصحاب دليل العقل ينقسم إلى ضربين فهو ضربان الضرب الأول استصحاب حال دليل العقل في إثبات الأحكام الشرعية هكذا سمّها الشيخ ومعنى هذا الاستصحاب أعيده استصحاب حال دليل العقل في إثبات الأحكام الشرعية ومعنى هذا الاستصحاب هو استصحاب ما دل عليه العقل من حكم الأعيان قبل ورود الشرع فإن لأهل العلم كما سبق معنا قولان أو ثلاثة في حكم الأعيان قبل ورود الشرع هل هي على الوجوب أم أنها على الحضر أم أنها التوقف أو أعفهم هل هي على الإباحة أم على الحضر أم على التوقف ثلاثة أقوال وهي ثلاثة مذاهب أو ثلاثة روايات في مذهب أحمد وقلت لكم أن كثيرا من المحققين كابن عقيل والشيخ تقي الدين والموفق كذلك يمينون إلى أنه أقرب إلى التوقف أن ظاهر المذهب هو التوقف في حكم الأعيان قبل ورود الشرع وعلى العموم أن هذا استصحاب لدليل عقل لأن الشرع لم يدل على شيء قبل وروده لم يكن هناك قد ورد الشرع فالعقل هو الذي دل عليه الضرب الثاني من استصحاب حال دليل العقل سماه الشيخ استصحاب حال دليل العقل في براءة الذمم من التكاليف والواجبات التي لا يدل عليها مجرد العقل فالضرب السابق الدليل هو العقل في استصحاب دليل العقل هنا الدليل براءة الذمة مما لم يدل العقل أو مجرد العقل على انشغال الذمة به هذا النوع من الاستصحاب هو المراد في كتب الفقهاء أعفوا في كتب الأصوليين في كتب الأصوليين وهو الذي فيه الكلام الذي سيرده المصنف نعم فضل دليل ذكره المحققون إجماعا نعم قول مصنف الاستصحاب دليل إذن عرفنا أن كلمة الاستصحاب محمول على آخر الأنواع التي ذكرتها وهو استصحاب وهو استصحاب حال دليل العقل في براءة الذمم من التكاليف والواجبات مما لا يدل العقل المجرد عليها بمعنى أن المرء يستصحب أن الذمة لا يجب على العبد شيء من الواجبات وليست منشغلة بشيء من المحربات فالأصل عدم هذه الأشياء قال أول مسألة معنا إنه دليل تعبير المصنف بأنه دليل هذا الذي عليه أكثر الأصوليين وذهب أبو الخطاب إلى أنه ليس دليلا وإنما هو في الحقيقة تمسك بالدليل السابق فيكون الاستصحاب بقاء على حكم الأصل حتى ينقل عنه دليل فلا يكون دليلا في ذاته والذي عليه عامة الأصوليين أنه دليل وسيأتي ثمر ذلك عندما نتكلم عن قضية النافي هل يلزمه دليل أم لا ثم إن الذين قالوا إن الاستصحاب أي استصحاب براءة الذمة من التكاليف الذين قالوا إن الاستصحاب هنا دليل اختلفوا هل هذا الدليل مأخوذ من خطاب الشارع أم ليس مأخوذا منه فذهب المرداوي وجزم به أن دليل استصحاب براءة الذمة من التكاليف مأخوذ من خطاب الشارع إذ قد دلتنا الأدلة الشرعية على أنه يستصحب براءة الذمة وذهب بعض الأصوليين كابن حمدان في كتابه المقنع إلى أن الاستصحاب حكم شرعي لكنه أو دليل ينتج حكما شرعيا لكنه ليس من خطاب الشارع وإنما هو من الأدلة العقلية أو غيرها كالعرف كذلك فإنه يكون ليس من الأدلة النقلية إذن النزاع هو هل استصحاب استصحاب يعني مبنى أمر نقلي أم أنه أمر عقلي قال المصنف ذكره المحققون إجماعا قول المصنف ذكره المحققون يفيد على أن من الناس من خالف في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله طبعا يعني خالفوا في التمسك به أبو الخطاب لم يخالف في التمسك به وإنما قال يتمسك به لكنه ليس بدليل فيتمسك به أبو الخطاب لكنه لا يعده دليلا وإنما يقول هو تمسك بالدليل الأول الذي أثبت الحكم ابتداء طيب قوله ذكره المحققون إجماعا ممن عده إجماعا جماعا من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى وأبي علي بن شهاب وذكر الشيخ تقييدين أن جماهير أهل العلم يعتبرون الاستصحاب حجة سواء سميناه دليلا أو لم نسميه دليلا فيعتبرونه حجة وقال إن كثيرا من العلماء حكاه إجماعا كما ذكر المصنف لكن نقل القاضي أبو يعلى بعدما حكى الإجماع عن أبي سفيان من الحنفية وهو من متقدم الأصولين الحنفية أنه خالف في هذه المسألة وقال إن الاستصحاب لا يصح التمسك به ولا يكون حجة بل لا بد من البحث عن دليل يدل على الحكم بالنفي أو الإثبات وجاء بعض المتكلمين أيضا وقال إن الاستصحاب إنما يكون حجة في التدين فيما بين العبد وبين ربه ولا يصح الاحتجاج به على الخصم في المناظرات وعلى غيره من الناس وإنما يكون باب التدين فقط وعلى العموم هو حجة في قول جماهير أهل العلم بل حكي الاتفاق كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبل أن ننتقل المسألة بعدها عندنا هنا مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالاستصحاب فحيث عرفنا أن الاستصحاب أنواع وعرفنا مراد الأصوليين في هذه المسألة عندما تكلموا عن حجية الاستصحاب وأنه دليل وأن المراد به استصحاب براءة الذمة من التكاليف عندي هنا عدد من المسائل المهمة التي تتعلق بالاستصحاب أول مسألة وهي مرتبة ودرجة وترتيب دليل الاستصحاب وهذا الترتيب مهم لأن عامة أهل العلم يقولون إن الاستصحاب هو آخر الأدلة وينبني على كونه آخر الأدلة فإنه لا يصار إليه إلا عند عدم أي دليل قبله فلا يصح التمسك بالاستصحاب مع وجود نص من الكتاب أو السنة ولا يصح كذلك التمسك به مع وجود قول صحابي أو مع وجود القياس وإذلك التمسك به قليل ولكنه آخر الأدلة وجودا وإذلك عبر جماعة من الأصوريين كبن عقيل وبن شهاب وغيرهم قالوا الاستصحاب دليل يفزع إليه عند عدم الأدلة إذا لا يصار إليه إلا عند عدم الأدلة ما الذي ينبني على ذلك ينبني على ذلك مسألة المسألة الأولى أننا نقول إنه لا يصح الاستدلال بالاستصحاب مع وجود الدليل القوي الذي يصح التمسك به وإذلك قرر أهل العلم وهذا موجود في كتب الفقه والأصور معا ففي الفقه عند الرد على من تمسك بالاستصحاب في بعض المسائل أنهم يقولون لا يعمل بالاستصحاب إذا كان في مقابله دليل أقوى منه يدل على الحكم سواء مؤيد الاستصحاب أو نافي لحكم الاستصحاب فلابد أن نتمسك بالدليل إذ التمسك بالدليل أقوى أو لا ويترتب على ذلك مسألة ثانية أيضا وهو أن من علامات الضعف في الاستدلال الفقهي التمسك بدليل الاستصحاب من غير بذل الوسع التام في البحث عن الدليل وذلك يقول ابن القيم إن من الخطأ تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه والجزم بموجبه لمجرد عدم العلم بالناقل عنه أي الدليل الذي ينقل عن حكم الاستصحاب ثم قال وليس عدم العلم علما بالعدم كما هو متقرر إذن المقصود أن الاستصحاب عيب على المرء أن يستدل به من غير بذل الوسع على ذلك وذلك إذا رأي طالب العلم يبتداء في المسألة التي لا يعرف فيها حكما أو لم ينظر فيها ويجتهد ويبحث فيبتد مباشرة بالتمسك بالاستصحاب ببراءة الذمة من انشغالها بالتكاليف والواجبات والمحرمات ونحوها فهذا يدل على أن في كلامه بعض المجازفة كما نبه إلى ذلك ابن القيم فيما قلت لكم قبل قريب مما ينبني على ذلك أن دليل الاستصحاب يختلف فيه مسلك الظاهرية عن الجمهور فإن الظاهرية لما أنكروا القياس أو الأقيسة بأنواعها المتعددة فإنهم أصبحوا يتوسعون توسعا كبيرا جدا في التمسك بالاستصحاب وأغلب الأحكام عندهم مبنية على دليل الاستصحاب بينما الفقه رحمهم الله تعالى يلحقون كثيرا من الأحكام بنظائرها بحسب نوع القياس الذي يلحق به وهذا من أهم الفروقات في النظر الفقهي بين الظاهرية وبين عامة الفقهاء وبين عامة الفقهاء أن استخدام الظاهرية لدل الاستصحاب واضح وكثير ويكفي أنك تقرأ في كلام بن حزم ترى ذلك واضحا وجليا وقلت لكم أن الابتداء به مباشرة يعني فيه بعض القصور حتى يبدو للشخص كامل جهده ووسعه ولذلك يعني من الطرائف التي تقال يقولون يقول بعض الأصوريين يقولون إن دليل الاستصحاب هو دليل مستراح معنى قولهم إنه مستراح أي مستراح الذمم كذا يقول إن دليل الاستصحاب هو مستراح الذمم ودليل من لا دليل له كل من لا دليل له دليل هو استصحاب يقول الاستصحاب استصحب النفية استصحب النفية أي نفية التكاليف ثم قالوا لأن حقيقة الاستصحاب في المناظرات هو مطالبة بالدليل لا استدلال لأنه يقول أنا أستمسك بالأصل أنت أثبت الدليل الناقل فهو مستراح يعني دليل سهل كل يستطيع التمسك به مستراح يعني أنه سهل كل يستطيع التمسك به يقول الأصل براءة الذمة يلا أبحثني أنت عن دليل حتى تنقل عنه فيجعل العبء عليك هذا ما يتعلق بمسألة العمل بالاستصحاب ومعرفة ما يتعلق به فإنها من الأمور المهمة طبعا أيضا ما يتعلق به مثلا أن الاستصحاب حيث عرفنا أنه آخر الأدلة فينبني عليه أنه ضعيف ضعيف ليس في قوة الأدلة التي قبل ليس أنه ضعيف لا يعمل به بل هو حجة وحكي الاتفاق عليه وبناء على ضعفه فإنه حكي اتفاق وجزم بهذا الحكم جماعة كأب الوفاء وغيره أن العموم لا يخصص بالاستصحاب وأن الإطلاق لا يخصص كذلك بالاستصحاب وهذا يدل على أن يعني الدليل العام وإن كان ظاهرا وليس قطعيا إلا أن العموم مقدم على دليل الاستصحاب فلا يخصه وحكي في بعض كتب الأصول الاتفاق على ذلك وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف نعم شرع المصنف بذكر أحد أنواع الاستصحاب ومر معنا أن حسب تقسيم الشيخ تقييدين عليه رحمة الله فإن أنواع الاستصحاب عموما سواء سماها جميع العلم استصحابا أو سماها بعضهم استصحابا أنها تصل إلى كم إلى ستة أنواع لأنه قال إنه نوعان والنوع الثاني أربعة أقسام والقسم الرابع ينقسم إلى ضربين فيكل مجموع كم أربعة وواحد وواحد ستة ستة أقسام أحد هذه الأقسام الستة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهو استصحاب الإجماع وهنا فصل فيه المصنف لأن فيه خلافا مشهورا عند أهل العلم يقول الشيخ وإنما الخلاف أي لا خلافة في الاستصحاب في براءة الذمة أو في دليل العقل دليل العقل وهو التمسك بالحكم قبل ورود الشرائع أو في براءة الذمة وهو عدم وجود التكاليف فلا خلافة فيها سابقا وإنما الاستصحاب في حكم الإجماع طيب قوله في حكم الإجماع في محل الخلاف أريد أن قبل أن أبدأ في معنى هذه المسألة أريد أن ننتبه لمسألتين بينهما تشابه في مسألة استصحاب الإجماع المسألة الأولى وهي استصحاب حال الإجماع وهي المرادة هنا والثانية جواز ترك الإجماع بغير الإجماع استصحاب حال الإجماع معناه أن تجمع الأمة وهو المرادة هنا أن تجمع الأمة على حكم مسألة ثم إن تلك المسألة تتغير بعض أوصافها فهل نقول يبقى حكم الإجماع فيها أم لا هذا يسمى استصحاب حكم الإجماع وحال الإجماع الثانية أن ناقل عن الإجماع أن تجمع الأمة على حكم واقعة كالسابقة تماما ثم تتغير صفتها كذلك إلى الآن متفق مع السابق لكن الخلاف الثاني ما هو هل يتغير حكم الثانية بغير الإجماع أم لا يعني يعني الذين يقولون إنه يستصحب حكم الإجماع يقولون هل يجوز أن نقل عنه بغير الدليل أم لا فهاتان مسألتان خلط بينهما بعض الأصوليين وسيأتي إن شاء الله لها نقاش أو إشارة بعد قريب طيب قول المصنف استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف عرفنا معناه بمعنى أنه يجمع الأمة على حكم مسألة ثم إن هذه المسألة والصورة يتغير بعض صفاتها فقط من غير يتغير جميع الأوصاف فهل يصلح للمستدل أن يقول إنه أستصحب حكم الإجماع في السابقة فأنقله لهذه فحينئذ يبقى الحكم مستمرا إلى أن يأتي الدليل الناقل أمثلة استصحاب حكم الإجماع كثيرة جدا وفي التعليق لأبي يعلى وحده يعني وقفت على أكثر من 12 مثالا في استصحاب حكم الإجماع لكن أورد بعض الأمثلة من مسال استصحاب المشهورة العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن من تيمم لوجود موجب مبيح للتيمم فإنه بإجماع أهل العلم إذا صلى صحت صلاته وإذا سلم إذا صلى صلاة كاملة صحت صلاته هذه مجمع لها إذا تغيرت بعض الصفات قالوا تيمم لوجود موجب وصلى وفي أثناء صلاته رأى الماء إذا تغيرت بعض صفات الصورة المجمع عليها فهل يصح للمستدل الذي يرى أنه لا يبطل تيممه برؤيته الماء في أثناء صلاته أن يقول أتمسك بصصحاب الإجماع أم لا هذه هي المسألة هذه صورة صورة أخرى أيضا عندما يأتي شخص فيقول استدلالا على مسألة بيع أمهات الأولاد بيع أمهات الأولاد عندما يأتي من يمنع بيع أمهات الأولاد فيقول إن الأصل عفوا من يجيز بيع أمهات الأولاد وهم الظاهرية يقول إن الأصل أن الأمة يجوز بيعها بإجمع إذا ملكها طيب فإن تغير أحد صفاتها بأن حملت ثم ولدت فيقول أستمسك بالإجماع السابق حتى يأتي دليل يدل على ذلك ولا أعلم دليلا صالحا فحينئذ يجوز بيع أمهات الأولاد كذلك يجوز بيع أمهات الأولاد طبعا رد على هذا الدليل بعكسه فيقولون يمكن أن نستدل باستصحاب حال الإجماع على جواز بيع أمهات الأولاد فنقول مثلا انعقد الإجماع على أن الأمة إذا كانت حاملا بحر فإنه لا يجوز بيعها لأنها لم تستبرى فلا يجوز بيع قبل الاستبرى بوضع الولد فنقول كذلك نستصحب الحكم بعد الولادة طبعا هذا من باب رد الدليل بمثله فيكون من الاعتراض بماذا؟ بالمعارضة أي عارض الدليل بمثله كذلك الأمثلة كثيرة جدا نقول لكم يعني من غير تتبعا كامل فقط في بعض أجزاء التعليق المطبوعة أكثر من 12 تطبيقا على الاستدلال باستصحاب حكم الإجماع طيب ذكر المصنف الخلاف نعم تفضل شيخ؟ والأكثر ليس بحجة نعم هذا القول الأول هذا قول أكثر أهل العلم وأكثر أصحاب أحمد أن استصحاب حال الإجماع فيما إذا تغيرت بعض الصفات ليس بحجة جزم به أكثر أصحاب أحمد كالقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والموفق وأبو البركات وأكثر المتأخرين كلهم جزموا على أنه ليس بحجة لأن الإجماع يعني إنما دل على تلك الصورة بكامل أوصافها فإذا اختل بعض أوصافها فإن الإجماع هنائذ يكون مختلا فلا يصح استصحابه نعم خلافا للشافعي وابن شاقلا وابن حامد نعم قال خلافا للشافعي هذا هو القول الثاني وبن شاقلا أبو إسحاق بن شاقلا وهذا القول بإسحاق يعني مشهور عنه قال وابن حامد ابن حامد هو أبو عبد الله بن حامد الحقيقة أن أبا عبد الله بن حامد لم يصرح بهذا القول وإنما نقله عنه تلميذه القاضي أبو يعلى فقد ذكر أبو يعلى في كتاب الروايتين أن أبا عبد الله بن حامد صرح في كتبه بأن الاحتجاج باستصحاب حال الإجماع باطل ولكنه كان يستخدمه في كتبه الفقهية إذن نسبة هذا القول لابن حامد هو من باب التطبيق والإعمال وليس من باب التنظير فقد نقل عنه تلميذه أنه من باب التنظير صرح بأنه باطل أي مع القول الأول ولكنه يستعمله كثيرا في كتبه الفقهية طبعا هذا القول الثاني الحقيقة انتصر له بعض المحققين فممن انتصر لهذا القول الشيخ تقييدين بن تيمية وتلميذه بن القيم فكلاهما رجح أن استصحاب حال الإجماع يكون حجة والذين قالوا إن استصحاب حال الإجماع يكون حجة كلهم اشترطوا شرطا واحدا لا بد من معرفته وهو اشتراط انتفاء ناقل أي الدليل الناقل الذي ينقل الحكم عن الاستصحاب إلى حكم آخر مغاير وهذا الدليل الناقل سأرجع المسألة لذكرتها قبل قليل القائلون بأن استصحاب حال الإجماع صحيح وحجة لهم قولان الحنابلة جميعا كلهم ومنهم الشيخ تقييدين وغيره وأكثر الشافعية يقولون كل دليل يصح أن يكون ناقلا كل دليل يصح أن يكون ناقلا وخالف بعض الشافعية فقالوا إنه لا ينقل الحكم عن استصحاب حال الإجماع إلا بإجماع مثله لأن الإجماع دلالته قوية فلا ينقل عنه إلا ما كان مثله من حيث الدلالة والحقيقة أن قول بعض الشافعية هؤلاء فيه ضعف شديد وإن كان نقله عنهم بعض الشافعية كأبي إسحاق الشرازي وفيه نظر كلامهم والصواب ما قلت لكم قبل قليل أن استصحاب حال الإجماع حجة كما ذكر الشيخ تقييدين وغيره ما لم يثبت ناقل معتبر سواء النص من الكتاب أو من السنة أو من القياس أو من أقوال الصحابة وغيرها وقبل أن أنتقل القاضي أبو يعلى ذكر أن شيخه أبا عبد الله بن حامد كان يستعمل الاستصحابة في كتبه الفقهية والقاضي نفسه استعملها كما ذكرت لكم قبل قليل فقد استعمل استصحاب الإجماع وإن لم يسميه كذلك في كتاب التعليقة في أكثر من موضع واستدل به فدل ذلك على أن هذا الدليل مستعمل عند كثير من محقق أصحاب أحمد كبن حامد وتلميذه والشيخ تقييدين وتلميذه نعم ونا في الحكم يلزمه الدليل نعم هذه المسألة من المسائل يعني التي اختلف هل لها ثمرة أم ليس لها ثمرة فقد ذكر الشيخ تقييدين عليه رحمة الله أن الخلافة في هذه المسألة هو خلاف اللفظي وسيظهر كيف أنه خلاف اللفظي عندما نتكلم عن هذه المسألة هذه المسألة متعلقة بمن ينفي حكما عندما يقول إن حكم هذه المسألة إن هذه المسألة لم يرد فيها حكم هكذا يقول أو ليس لها حكم عفوا عندما يقول ليس لها حكم أو ليس فيها وجوب أو ليس فيها تحريم أو نحو ذلك من المسأل أو يقول هذه المسألة ليست واجبة فإنه من قال إنها ليست بواجبة فقد نافى الحكم في عين المسألة هل يلزمه أن يأتي بالدليل على النفي أم لا يعني هذه المسألة قد نسميها ما يسميه بعض الأصورين من فقهة أن الدليل عدم الدليل أن الدليل عدم الدليل طيب ذكر المصنف القول الأول أن نافي الحكم يلزمه الدليل هذا القول الأول وهو قول كثير من الأصوري من أصحاب أحمد وغيرهم فممن قال به من أصحاب أحمد أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب والموفق والطوفي وذكر أبو الخطاب أنه قول عامة العلماء وذكر الطوفي أنه المشهور أي في المذهب وقول الأكثرين إذن فأكثر أهل العلم يقول لا بد أن يأتي بالدليل قبل أن ننتقل القول الثاني لأبي ما هو الدليل يقول إما أن يأتي بدليل يدل على الحكم الذي أراده عندما نفى الوجوب يأتي بدليل يدل على الإباحة أو على التحريم أو على الحكم الذي أراده فلابد إذا نفى أن يأتي بدليل يدل على حكم معين فإن لم يجد دليلا فماذا يفعل قالوا يستمسك بأضعف الأدلة وأضعف الأدلة الاستصحاب فيكون دليله لأننا قلنا أن استصحاب دليل فيكون دليله دليلي على نفي الوجوب استصحاب براءة الذمم من التكاليف ومن الواجبات فحينئذ يكون قد تمسك بدليل الاستصحاب وتمسكه بدليل اصحاب في نفي الحكم صحيحة فحينئذ يكفيه ذلك هذا القول الأول بس الأجل المناسبة شوف أنت الآن عرفت من كلام بالخطاب ما هي علاقة هذه المسألة بالاستصحاب فإن علاقة هذه المسألة بالاستصحاب أنه إذا أردت النفي ولم تكن لك دليل فإنك تتمسك بالاستصحاب فإن الاستصحاب دليل في ذاته هذا مرادهم في هذه المسألة لماذا قلت هذا لأن بعض أهل العلم وهو الطوفي استشكل إدخال هذه المسألة في الاستصحاب ورأى أن فيها نوع تناقض فإن الطوفي ذكر أن بعض الأصوليين بنى هذه المسألة على مسألة هل الاستصحاب حجة أم ليس بحجة وقال إنه إن قلنا إن الاستصحاب حجة فلا يلزم الدليل على النفي ومن قال إن الاستصحاب ليس بحجة فيلزمه الدليل على النفي قال وهذا تناقض لأننا قلنا إنه حجة ويلزمه الدليل فنقول مسألة ليست مبنية على الحجية وإنما هو تفريع عن كونه حجة ليس مبنى على الخلاف وإنما هو تفريع فرق بين البناء على الخلاف كما طهر من كلام الأطوفي واستشكله ومع قولنا إنه بناء على قولنا إنه حجة حيث قلنا إنه حجة فهو دليل فنلزم به النافي نعم هذا القول الأول تفضل خلافا لقوم نعم هذا القول الثاني قوله خلافا لقوم القوم الذين أبهمهم المصنف ذكر أبو الوليد الباجي أنهم قوم من الظاهرية وجاء في بعض كتب الشافعية أن بعض من أصحاب الشافعي قال بذلك هؤلاء قولهم أن نافي الحكم لا يلزمه الدليل وإذلك تجد بعضهم يقول إن عدم الدليل إن الدليل عدم الدليل فأنا نافي الحكم الدليل إنما هو عليك إنما الدليل عليك أنا لا يلزمني دليل فالأصل عدم الحكم هكذا يقول عدم الحكم فلا يلزمني فلا يأتي باستمسك بدليل استصحاب أو بما يدل على البراءة الذنم الحقيقة أنك عندما تتأمل بين هذين القولين تجد أن الخلاف لفظي كما قرره الشيخ تقي الدين فالأول يقول أتمسك بالبراءة الأصلية للذمم من الواجبات والتكاليف وأما الثاني فيقول عدم الدليل لو تأملت في حقيقته وفي الحقيقة تمسك وإن لم يصرح بلسانه أنه تمسك باستصحاب البراءة الأصلية وذلك يعني كلام الشيخ في محله الشيخ تقي الدين أنه عند التحقيق أن الخلاف بين هذين القولين هو خلاف اللفظ وقيل في الشرعيات فقط نعم قال وقيل هذا القول الثالث في الشرعيات فقط أي أننا في الحكم يلزمه الدليل إذا نفى حكما شرعيا وأما إذا نفى حكما عقليا فلا يلزمه الدليل مثلا لو أراد أن ينفي حكما شرعيا بأن يقول لا تشترط النية للوضوء مثلا فنقول لا بد أن تأتي بالدليل على ذلك أما العقليات عندما يقول العالم ليس بقديم أو العالم عالم ليس بقديم يقصد مثلا الجبار جل وعلا عندما يقول العالم العالم ليس بقديم فهذا نفي فيقول النفي في العقليات لا يحتاج إلى هذا كلامهم ونقل هذا القول القاوي ولم يسمي من قال به وإنما قال بعضهم أو قال بعض الناس على حسب كلمة قال ونسيته نعم فضل مسألة شرع من قبلنا نعم قول مصلم مسألة يعني قد يقال أن هذه المسألة كما مر معنا بعض أهل العلم يرى أن التمسك بشرع من قبلنا هو سورة من صور استصحاب دليل فإنه تمسكم بالدليل السابق حتى يأتي ناقل عنه وذكرت ذلك من كلام أهل العلم فيما سبق وقوله شرع من قبلنا المراد بهم أي الشرائع المعتبرة التي أرسل الله عز وجل فيها رسلا وأنزل معهم شرائع وأنتم تعلمون أن أنبياء الله عز وجل ورسله بعضهم يأتي بشريعة وبعضهم يكونوا مؤيدا لشريعة سابقة قبله وهذه أحد الأقوال في التفريق بين الرسول والنبي فقيل إن النبي أوسع من الرسول فالرسول تكون له شعيرة شريعة غير شريعة الذي قبله بينما النبي يأتي بشريعة الذي قبله إذن المراد بمن قبلنا ليس مطلقا ليست على العموم وإنما الشرائع التي تعبد الله عز وجل بها بالوحي نعم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليه السلام أو لم يكن متعبدا بشرع من قبله أقوال طيب هذه المسألة أوردها المصنف أولا وعلى عموم هذه المسألة ذكر جماعة من أهل العلم كإمام الحرامين وغيره أنها مسألة لا ثمر لها لكن نذكرها على سبيل يعني الفائدة قال المصنف هل كان النبي متعبدا ويصح أن تقول متعبدا والذي رجحه المرداوي تبعا للقرافي أنها بكسر الباء هل كان النبي متعبدا بمعنى أنها اسم فاعل أي تعبد الله وأما إذا فتحت الباء فتكون اسم مفعول بمعنى أن الله تعبده بذلك ورجح القرافي وجزا به أيضا مرداوي أنها بكسر الباء متعبدا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله المراد بالشرع هنا أي في المسائل الفروعية وأما في مسائل الاعتقاد فإن الأنبياء كما تعلمون إخوة علات دينهم واحد أي في التوحيد والعبادة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك خلافا لمن ذكر شيئا من ذلك لبعض الأنبياء فإن الله قد عصمنا نبيه عن الشرك وذلك أحمد أنكر على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شريعة قومه قبل الإسلام وذم من قال ذلك مذمة عظيمة نعم قال قبل بعثه أي قبل أن يبعث الله عز وجل محمدا ويوحي إليه بالوحي وهذا يدلنا على أنها لا ثمرت لها لأننا حقيقة لا نعتبر قبل البعثة ليس لأي تكاليف علينا وإنما العبرة بما كان بعد البعثة وهذا معنى قولهم إن هذه المسألة لا ثمرت لها قوله مطلقا هذا هو القول الأول أي أنه كان متعبدا بجميع الشرائع السابقة وهذا قول كثير من أصحاب أحمد قال عنه القاضي أبو يعلى أو ما إليه أحمد وجزم به القاضي والحلواني وصححه المرداوي وغيرهم والقول الثاني أنه متعبد بشريعة آدم عليه السلام والقول الثالث أنه متعبد بشريعة نوح عليه السلام طبعا الذين قالوا آدم باعتبار أنه أبو الأنبياء ومن قال إنه نوح قال بأنه أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام فتكون شريعته هي المتقدمة والقول الرابع نعم أظن الرابع أنه متعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام وهذا القول قال به بعض أصحاب أحمد كابن عقيل واختاره المجد أبو البركات وغيرهم والخامس أنه متعبد بشريعة وشرع موسى والسادس أنه متعبد بشرع عيسى لأنه أقرب الأنبياء إليه وقيل موسى لأن اليهود كانوا هم الأقرب إليه وجودا في المدينة أقرب إلى مكة والسابع أظن أو الثامن ستة العدد الآن أنه لم يكن متعبدا بشرع أحد قبله وهذا رواية عن أحمد قال المصنف أقوال أي أقوال أظن ستة أو سبعة وعلى العموم هذه المسألة كما قلت لكم إنه لا ثمرة لها نعم وتعبد بعد بعثته بشرع من قبله فيكون شرعا لنا نقل في الجماعة واختاره الأكثر نعم هذا هو المسألة لها ثمرة وهي هل شرع من قبلنا يكون شرعا لنا أم لا ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد أي تعبده الله عز وجل بذلك بعد بعثه أي بعد ما بعث بشرع من قبله أي بجميع الشرائع السابقة قبله حيث وردت وهذا التعبد ليس على إطلاق بل إن له قيودا من أهم قيوده وسنذكر بعض قيوده بعد قليل أنه لا بد أن يكون لم يرد في شرعنا ما يخارفه أو ينسخ ذلك الحكم الوالد في شرع من قبله قال فيكون شرعا لنا فحيث تعبد النبي صلى الله عليه وسلم به فإننا نكون تبعا له لأمر الله عز وجل المؤمنين بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به قال نقله الجماعة أي نقله يعني الجماعة عن أحمد تحتمل هذا المعنى وتحتمل أنه نقله الجماعة أي نقله العدد الكثير من أصحاب أحمد قال واختاره الأكثر ممن جزم بهذا القول أو الحسن التميمي كذلك والقاضي وأكثر تلامذته كابن عقيل والحلواني وابن البنة والموفق وجماهير أهل العلم المذاهب الأربعة كلهم على هذا القول ثم أورد المصنف يعني مر معنا قبل قليل شرط وهو أنه يكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يلد في شرعنا ما ينسخ ذلك ثم أورد المصنف شرطا آخر فيه خلاف يتعلق ب هل يلزم أن يكون شرع من قبلنا نقل إلينا بطريق قطعي أم لا نعم تفضل ثم اعتبروا القاضي وابن عقيل وغيرهما ثبوته قطعا ولنا قول أو آحادا نعم قال المصنف إن القائلين بأن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا ودليلا علينا اختلفوا على قولين في اشتراط هل يلزم أن يكون شرع من قبلنا قد وصلنا بدليلا قطعي ومعنى كونه دليلا قطعيا أي وصل إلينا إما في الكتاب القرآن أو وصل إلينا في السنة المتواترة فحينئذ يكون قطعيا وهذا القول جزم به القاضي وابن عقيل وذكر القاضي أن أحمد قد أومأ إليه ثم قال ولنا قول هذا القول الثاني ذكره جماعة من أصحاب أحمد أو آحاد أي يكفي أن يكون ثابتا بطريق الآحد ومعنى قولنا إنه ثابت بطريق الآحد أمرا الأمر الأول أن يكون قد ورد في حديث آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول إنه يثبت به هذا واحد والظاهر من القواعد أن ما ثبت بطريق الآحد له حكم متواثر في الدلالة كما سبق معنا قبل في إفادة العلم على أول ذكره ابن أبي موسى وأما العمل فوجهه واحد أنه يعمل به الأمر الثاني الذي يكون من طريق الآحد وهو الذي فيه خلاف الرجوع بالسؤال إلى أهل الكتاب فهل إذا سئل أهل الكتاب وأخبروا عن دينهم وعن أحكام شرعهم هل يؤخذوا بذلك أم لا وهذا موجود عند طبعا الثقات من أهل الكتاب ليس عند عمومهم فمن الثقات وهب من منبه وكعب الأحبار ومن عرف من الصحابة بنقله عنهم وكانوا يشيروا إلى ذلك كعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن الجميع فهؤلاء إذا بيّنوا أن من شرائع الأديان السابقة كذا وكذا هل يكون ذلك دليل لنا أم لا والمجزون به أن هذا لا يكون كذلك ويدل عليه أن بسهل سلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبهم ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم هذا إذا كان في الأخبار المحظة فمن باب أولى في الأخبار عن الأحكام نعم وعن أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا نعم هذا القول الثاني عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بشرع من قبله وبنان عليه فلا يكون شرعا لنا وهذا القول أخذ من قول أحمد عن الشرائع السابقة قال هي منسوخة وليست شريعة لنا في الأحكام وإن وافقت شرعنا ولم يرد نسخ ما فيها من الموافقة هذا النص نقله أبو محمد التميمي في رسالته عن أحمد وليست موجودة في غيرها من كتب أصحاب أحمد ومعلوم أنه ينقله بالمعنى فيكون قد نقل كلام أحمد بالمعنى نعم هذه الرواية المنقولة عن أحمد واختار هذه الرواية من أصحاب أحمد أبو الخطاب ومن الأصورين المشهورين الآمدي فإنه كان ينتصر لهذا الرأي وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا نعم الاستقراء دليل نعم هذه مسألة من المسائل المهمة وهي مسألة الاستقراء والاستقراء هو أحد أنواع الاستدلال وحيث أطلقنا الاستدلال فنعني به الأدلة غير النقلية فدائما إذا قلنا الاستدلال فنعني به الدليل غير النقلي نبه على ذلك أبو الوفا وغيره فالاستقراء الحقيقة هو نوع من أنواع الأقيسة ولكن مختلف في حجيته كما سياتي حتى إنهم يقولون إن الاستدلال إما أن يكون بكلي على كلي عفوا إما أن يكون بكلي على جزئي وهو الذي يسمونه بقياس الشمول وإما أن يكون بجزئي على كلي وهو الاستقراء الذي سنتكلم عنه وإما أن يكون استدلالا بأحد الجزئين على الآخر وهو قياس التمثيل التمثيل والشبه كذلك ومصطلح الاستقراء عند الحنابلة يطلق على معنين معنى ليس هو المستخدم عند المتأخرين سأبدأ به ثم أذكر المراد هنا فإن بعض المتقدمين وهو أبو الوفى بن عقيل في كتاب الواضح ذكر أن الاستقراء المراد به أن يستقر حكم في أصول الشريعة على صفة واحدة ثم يتنازع المجتهدان في فرع في هل يوافق تلك الأصول أم لا فيكون إلحاقه بتلك الأصول أو لا هذا التعريف الذي أورده أبو الوفى بن عقيل يكون موافقا لمعنى شهادة الأصول التي ذكرناها في قبل تقريبا أربع دروس أو خمسة عندما تكلمنا في باب القياس وليس هو المراد عند المتأخرين فإن المتأخرين لهم استخدام آخر إذن فالاستقراء الذي أورده ابن عقيل استعمله في مقابل شهادة الأصول التي سبق الحديث عنها أما الاستقراء عند المتأخرين والذي استقر عندهم فهو استقراء جميع الجزئيات والحكم عليه بما وجد من جزئياته أو لنلغي كلمة جميع أحسن نقول بدل استقراء هو الاستقراء خلال نقول الاستقراء هو الاستدلال نعم هو الاستدلال هو الاستدلال بالجزئيات على الكلي ومعنى ذلك أن يتتبع المجتهد الجزئيات يعني الفروع ثم يستدل منها على أمر كلي يكون مشتركا بينها فيثبت بذلك الحكم الكلي حكم المسائل التي لم يستقرئها ذلك المجتهد طيب هذا الاستقراء يعني صورته بصورة سهلة يعني خلنعطيكم مثال سهل جدا عندما يدخل شخص أو يقف عند باب المسجد قبل دخول الحاضرين وحاضر الدرس نقول إنهم مئة فيدخل الأول فيجده قد لبس عمامة والثاني لبس عمامة والثالث لبس عمامة ثم ينظر إليهم جميعا فيجد أنه قد دخل مئة بعدد الحاضرين فيقول استقرأت حضور الدرس المئة فكلهم يلبسوا العمامة إلى الغترة هذا استقراء لما استقرأ جميع الجزئيات نسميه استقراء تام إذا استقرأ بعض الجزئيات نسميه استقراء ناقص كيف استقرأ بعض الجزئيات؟ يقول يكون قد وقف عند الباب الحضور دخلوا خلال ساعة جلس نصف الساعة الأولى وربما زاد عن نصف ساعة حتى جلس أربعين دقيقة فدخل أغلب المصلين أو حاضر الدرس وكلهم يلبسوا عمامة حمراء فقال إن الحضور كلهم يلبسون غترة حمراء استقراءا ما وجد في علمه في ظنه أن أحدا دخل لم يلبس عمامة أو لم يلبس عمامة حمراء لم يرى أحد اللبس عمامة بيضاء إذن هذا يسمى استقراء ناقص واضح؟ هذا الاستقراء كثير جدا في كتب الفقه أعطيك مثال كل ما وجدته من باب التقسيم في كتب الفقه فإنما دليله الاستقراء عندما يقول لك الأركان كذا الواجبات كذا على سبيل الحصر المحرمات أو المبطلات لا نقول محرمات المبطلات كذا فكل ما كان من باب الحصر للأقسام فإنما يكون دليلهم في النفي عما عدا هذه الأنواع إنما هو الاستقراء هذا واحد الثاني المناطات الكلية لهي القواعد الفقهية وهي غير متناهية غير متناهية أو كثير لا أقول أغلب وإنما كثير من القواعد الفقهية إنما الدليل عليها الاستقراء وذلك لما تكلم العلماء عن القواعد الفقهية هل هي حجة أم لا قالوا إن القواعد الفقهية تنقسم إلى نوعين نوع مستمدها النص لا ضرر ولا ضرار إنما الأعمال بالنيات وهكذا وغير ذلك من الحاديث التي وردت بنصها على هيئة قاعدة والنوع الثاني التي تكون مستنبطة وكيف يكون استنباطها لها طرق من أشهر طرقها وأهمها بالاستقراء يذهب الفقهية ينظر جزئيات كثيرة فيجد أن الشرع جعلها على سنة واحد يعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك فمن صور القياس الاستقراء مثال وهذا المثال أذكره لسهولته لما جاء بعض أهل العلم فنظروا في الصلاة فوجدوا أن التكبيرات في الصلاة متعددة ثم نظروا في الأثر فوجدوا أن اليد ترفع بالتكبير في أثناء الصلاة إذا لم يكن التكبير يسبقه سجود ولا يلحقه سجود هذه القاعدة أوردها الموفق بناء على الرواية الثانية على خلاف ما مشى عليه صاحب المنتهى الذي مال له صاحب الإقناع أن رفع اليدين بالتكبير في الصلاة في أربعة مواضع تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول بناء على هذا الرواية وهي التي دل عليها النص وألف فيها جماعة من أهل العلم مصنفات مفردة كابن القيم وغيره فإنهم يقولون تتبع جميع صور الصلاة لن تجد تكبيرا في الصلاة من هذه التكبيرات الأربعة التي رفعت فيها اليدين إلا والركن الذي قبله ليس سجودا والركن الذي بعده ليس سجودا فإن كان الذي قبله أو الذي بعده سجود فلا ترفع اليدين بالتكبير إلى هنا استقراء بالنسبة للصلاة استقراء كل لا يوجد غيرها لكن نقول هو استقراء ناقص لأن هناك صور فعندما يقرأ المرء في صلاته آية فيها سجدة فيسجد هل يرفع يديه بالتكبير أم لا نقول على حسب هذه القاعدة الاستقرائية لا فلا ترفع اليدين بالتكبير لم يرد تستدر بدل الآخر تقول لم يرد هذا دل الآخر لكن نقول الاستقراء يدلنا على عدم يرفع اليدين عندما يكون المرء يريد السجود للسهو هل يرفع يديه بالتكبير كذلك عندما يسجد للتلاوة خارج الصلاة هل يرفع يديه بالتكبير كذلك هذه الآثار بنيت على القاعدة التي استنبطناها من الاستقراء واضح المسألة وهجرية طيب قلت لكم أن الاستقراء هو تتبع الجزئيات لإثبات أمر كلي وبنان عليه فإن الاستقراء هو استدلال بالجزئ على الكل هذا استدلال بالجزئ على الكل هذا الاستقراء مسلم عند الجميع أنه ينقسم إلى قسمي ينقسم إلى استقراء تام وإلى استقراء ناقص الاستقراء التام هو استقراء جميع الجزئيات فيصدر عليها حكما كليا عندما يقول الشخص كل الصحابة عدول استقرأناهم لم نجد أحدا من الصحابة ليسا عدلا كل الأئمة الأربعة فقيه أربعهم محصورون استقرأناهم وجدناهم فقهة كل رواة الكتب الستة ثقات كذلك وهكذا يعني استقراء جميع الأوصف انتهينا هذا الاستقراء التام طبعا إذا كان استقراء تام والحكم على كل صورة صحيح فإنهم يقولون يكون مفيدا للقطعية بإجمع لا خلاف أنه مفيد للعلم القطعي النوع الثاني الاستقراء الناقص هذا هو المهم وهو الموجود في كتب الفقه غالبا هذا الاستقراء الناقص هو حجة هو حجة ولكنه دلالته ظنية قد يصيب وقد يخطئ وهذا الذي فيه خلاف وقد يسميه بعض العلماء بدل ما يقول ودليله الاستقراء يقول هو إلحاق ل أو إلحاق نعم إلحاق للفرد بالأغلب فالفرد الذي لا نعرف حكمه نلحقه بالأغلب فنجعل حكم الفرد كحكم الأغلب الذي عرفنا حكمه بدليل نصي أو باجتهاد دل عليه طيب إذن قولنا نصنف الاستقراء دليل عرفنا أن هو دليل نستفيد من هذا الدليل أمور إما الحصر وهذا الحصر يدلنا على النفي عما عداه مثل نقول لا صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس مثلا مثلا لو كان دليله الاستقراء معنا قد يقول الشخص المنذورة واجبة أو يقول شخص لا صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس والمنذورة فيكون استقراءا فحين إذن دليل في نفي الوجوب عما عداها فلو جاء شخص وقال إن صلاة العيد واجبة على الأعيان نقول ليس كذلك أيضا قد يفيدنا أيضا دليل في المناطات التي هي القواعد الفقهية وذلك عندما نقول هل القاعدة الفقهية دليل نقول ليست هي دليل في ذاتها وإنما الدليل على القاعدة الاستقراء فاحتججنا بالقاعدة بناء على الاستقراء وذلك لما فرق العلماء بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية قالوا إن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم هو الاستقراء والقاعدة الفقهية يستنبط منها الحكم هي ليس الدليل ولكن استنبطنا منها الحكم مباشرة الدليل هو الاستقراء الدليل على القاعدة هو النص أحيانا وهكذا قال لإفادته الظن تعبير المصنف لإفادته الظن مراده الاستقراء الناقص وأما الاستقراء التام فلا شك أنه مفيد للعلم القطعي إذا كانت مقدماته صحيحة في قضية الاستقراء الناقص هل يلزم أن يكون الاستقراء لأكثر الجزئيات أم لبعضها التي يتحصل الظن بإثبات الحكم الكل بمعرفته لا شك أنه كلما كان الاستقراء لعدد أكبر من الجزئيات كلما كان الظن أقوى وإذلك قاعدة يريدها فقيه يعرف من الفروع الفقهية مئات المسائل كحال الأوائل الذين عرفوا الفروع والفروع الواقعة والفروع المولدة ويعرفون الخلاف لا شك أن قاعدته أدق وأشمل من قاعدة ذاك الطالب الذي عرف فرعين أو ثلاثة ثم استخرج منهما قاعدة فرق بين القاعدتين فرق بين قاعدة ذاك وقاعدة هذا فكلما كان الاستقراء أتم أقرب للكمال باستقراء أكثر الجزئيات كان أكمل لكن نقول الذي عليه كثير من محقق الأصوليين أنه لا يلزم استقراء أكثر الجزئيات وإن كان مفهوم كلام عدد من المتأخرين كالمرداوي وابن النجار لزوم أن يكون الاستقراء للأكثر لأنه لا يكون الوصف أغلبا إلا إذا كان أكثر بأن يزيد على النصف نعم قال ذكره بعض أصحابنا وغيرهم أي وغيرهم من من ذكر ذلك ابن مفلح ومن تبعه كالمؤلف والجراعي والمرداوي وابن النجار ونسبه المرداوي لبعض أصحاب أحمد يقابل هذا القول قول بعض الأصوريين وهو ابن الخطيب وتعرفون ابن الخطيب من هو؟ من هو بالخطيب ابن الخطيب هو الفخر الرازي يسمونه ابن الخطيب لأن الرازي هناك أكثر من رازي فالإشارة له بابن الخطيب مشهور جدا في كتب الحنابي ليسمونه ابن الخطيب عموما الفخر الرازي أو ابن الخطيب له رأي آخر أن الاستقراء الناقص لا يفيد الظن على سبيل الانفراد بل لا بد أن يكون معه دليل منفصل ثم يكون معه دليل منفصل يدل على ذلك فالظن موجود لكنه ليس بدليل لا بد أن يعضده دليل آخر إذن ثمرت الخلاف أن الاستقراء الناقص مفيد للظن لكنه هل هو دليل على سبيل الانفراد أم لا بد أن يعضد ذلك الدليل دليل آخر استعمال الاستقراء كثير جدا كما قلت لكم بمئين المسائل من المسائل المشهورة جدا عندهم في الاستقراء عندما ذكروا مناطا قالوا استقرأنا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصلوات الواجبة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة قاعدا وإنما يصليها قائما إنما يصلي الفرائض جالسا وقد جاء في الحديث عند أحمد أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي في النافلة لا في الفريضة منين أتيتم بالحكم التفريق قالوا استقرأ لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا إلا لعذر كما في حديث عمران صلي قائما فإلا تستطع في قاعدا أو حال صلاة الخوف فهو لعذر هذا الاستقراء أن تجلنا هذا المناط نستفيد منه في التنزيل عندما يأتينا الحنفي فيقول إن صلاة الوتر واجبة نقول له لا فإن القاعدة أن الصلوات الواجبة تصلى قائما ولا تصلى قاعدا ولا على راحلة بدليل الاستقراء وقد ثبت أن النبي صلى الوتر على راحلة في حديث بن عمر وهذا يدلنا على أن الوتر ليس بواجب وإنما هو نافلة إذن استدلينا بالاستقراء على إثبات مناط ومن هذا المناط استخرجنا الحكم الذي ذكرته نعم دعنا نقف عند مذهب الصحابي نعم مسألة مذهب الصحابي نعم مدى المصنف في هذه المسألة بدكري مذهب الصحابي والحقيقة أن الحديث كان بقي ساعة ساعة وعشر طيب لعلي أستعجل الحديث عن مذهب الصحابي حقيقة هو أصل من أصول مذهب الإمام أحمد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من نظر في فتاوى الإمام أحمد وجدها متوافقة مع أقوال الصحابة بالرمم بالنص وهذا موجود فعناية أحمد رحمه الله تعالى بأقوال الصحابة عناية كبيرة جدا في شخصه وفي مذهبه أما شخصه فقد شهر أن أعلم الناس بخلاف الصحابة وأقوالهم إنما هو الإمام أحمد حتى قالوا إن أحمد قد يوافقه كثير من أهل العلم أن أحمد قد يوافقه كثير من أهل العلم في معرفته بعلل الحديث وفي معرفته بطرق الأسانيد فإن أحمد قد نقل عنه خفاء بعض الأسانيد عنه لكن لا يقاربه أحد بمعرفته بأقوال الصحابة عللها واختلافهم وسبب اختلافهم ومناط كل مسألة وقيد كل مسألة وذلك فأثر أقوال الصحابة في مذهب أحمد قوي جدا وهذا الدل على أن أحمد قوله قول أثري ولا شك وإذلك انتبه هنا مسألة استطرادا أذكرها بعض أهل العلم عندما يرى قولا لبعض الصحابة ولا يقف على إسناده فينفي صحته مع أن الإمام أحمد احتج به نقول إن لم تقف على إسناده فهو ثابت أولا لأن الدواعي لم تدعو لنقل آثار الصحابة كما دعت لنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأن كثيرا من الدواوين التي عنيت بالآثار فقدت سنن سعيد المنصور جزء أكبر منها غير موجود سنن الأثرم غير موجود يعني كثير من الكتب المتقدمة التي فيها آثار يعني مثلا يذكرون عن كتاب يحيى بن سلام صاحب التفسير وجدت قطعة من كتابه من أحد بعض كتبه مليئة بآثار الصحابة وهذا من الكتب المتقدمة من طبقة مالك تلك الطبقة يعني كثير من الكتب وخاصة ما أسندوه من الآثار غير موجود فعدم مقوف بعض أهل العلم على الإسناد لا ينفيه فإذا كان أحمد قد احتج به فإنه يدل على صحته مثال ذلك لما أحمد ذكر أن رفع اليدين بالتكبير في تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنائز من السنة لثبوتها عن عمر وابنه فجاء من أهل العلم من قال إنه قد ثبت ذلك ووجدناه في تكبيرات العيدين ولم أجد إسنادها في تكبيرات الجنائز فنقول أحمد قد أثبت وصححه ولكن لم يصل إلينا هذا الإسناد فأحمد من أعلى من الناس بأثار الصحابة هذا من بني على قولنا وهذا من باب الاستطراد وليس من درسنا طيب إذن هذا ما يتعلق بقضية قول الصحابة وأنه أصل من الأصول تطبيقا هو كثير التطبيق في مثال أحمد جدا وسيأتي أنهم قدمون عن القياس قبل أن أبدأ بهذه المسألة سأشير فقط لمسألة وهي أن هذا الدليل يسميه بعض العلماء وخاصة من أهل خراسان يسمونه بالأثر فإنهم يطلقون الأثر على أقوال الصحابة هذه طريقة الخراسانيين وأما العراقيون فإنهم يطلقون الأثر على الحديث المرفوع وعلى غيره كل من قول سمونه أثرا وأما الخراسانيون فإنهم يسمون الحديث المرفوع حديثا أو خبرا ويسمون الموقوف على الصحابة أثرا وإذا قلنا إن من أدلة إن من الأدلة الأثر فنقصد بالأثر قول الصحابي إذا تكلمنا باستلاح الخراسانيين وإذا قلنا الأثر باستلاح العراقيين فنعني به مطلق الحديث المرفوع والموقوف أيضا يدخل فيه كذلك إن لم يخالف صحابي فإن انتشر ولم قوله إن لم يخالف صحابي عندنا هنا مسألتان المسألة الأولى قوله إن لم يخالف صحابي نستفيد منها أنه إن خالف الصحابية صحابي آخر فإنه لا يكون قوله حجه وحكى الاتفاق على ذلك الشيخ تقي الدين فقال لا ريب في ذلك طبعا على سبيل إجمال هناك صورة ربما أشير لها إن أمكان الوقت بعد ذلك فيما إذا خالف قول الصحابي قياس إذن المراد أنه إذا خالف الصحابي صحابي آخر فإنه حلئذ لا يكون قوله حجه قال الشيخ تقي الدين بلا ريب عند أهل العلم هكذا قال بلا ريب عند أهل العلم الأمر الثاني إذا خالف الصحابي تابعي أدرك عصره فهل يكون ذلك قادحا في حجية قول الصحابي أم لا فيها وجهان في مذهب أحمد ظاهر كلام كثير من الأصوريين أنه لا يكون قادحا لأن قول التابعي على سبيل الانفراد ليس بحجة فمن باب أولى أنه إذا يعني خالف صحابيا والطريقة الثانية أن التابعي إذا عاصر قول الصحابي وإفتاءه في هذه المسألة وخالفه فإنه يختل شرطه في الاحتجاج بقوله وهذا القول ما لله الشيخ تقي الدين في بعض كتبه ما لله الشيخ في بعض كتبه نعم الشرط الثاني فإن انتشر فإن انتشر ولم ينكر فسبق في الإجماع نعم الشرط الثاني إذا الشرط الأول أن لا يخالفه صحابي آخر وذكرنا مسألتين فيها الشرط الثاني أن يكون لم ينتشر ومعنى الانتشار أي الاشتهار بين الصحابة وصفة الاشتهار بأن يكون أميرا فينتشر قوله أو مما جاء في الأخبار أنه انتقل بين الصحابة وتكلمنا عن صفة الاشتهار في باب الإجماع وتوسعت فيه لأنه إذا اشتهر فيكون فيكون داخلا في الإجماع السكوتي الذي سبق وأنه حجة وإجماع على الصحيح قال المصنف فإن انتشر فإن انتشر ولم ينكر أي لم يخالف صحابي آخر ينكره فسبق في الإجماع عندما تكلمنا عن الإجماع أنه إذا أفتى واحد من أهل العصر ولم يخالف في ذلك قبل استقرار المذهب وسكت عن مخالفته فإنه يكون إجماعا عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه أو نحو عبارة المصنف التي مرت معنا في كتاب الإجماع هذا معنى قوله فسبق في الإجماع قال وإن لم ينتشر أي لم يشتهر قول الصحابي فحجة أي يكونوا حجة لأن الصحابة رضوان الله عليهم طبعا الدليل على أنه حجة أن الصحابة شهدوا التنزيل وهم أعلم بالوحي ومن الأدلة على كونها حجة على سبيل السرعة أولا أنهم أعلموا الناس بشهود الوحي فهم أعلم بقيود الوحي وأعلم بصفته الأمر الثاني أنهم ربما علموا حديثا مرفوعا ولم ينقلوه لنا فإن كثيرا من الأحاديث لم تنقل إلينا وإنما نقل لنا حكمها فيكون حكمها قد انتقل إلينا في قول الصحابي مع علمنا أن الصحابة كانوا يتورعون رضي الله عنهم عن نقل الحديث هذه المسألة الثانية وأنتم تعلمون على سبيل المثال أن أبا بكر لم يروي إلا أحاديث قليلة ونقل عنه فقه كثير وذلك قالوا إن أبا بكر لم يخطأ في مسألة ولا مسألة أخطأ فيها عمر أخطأ أبا بكر لم يعرف عنه في مسألة اجتهد في السنتين التي ولي فيهما الخلافة أنه أخطأ نصا ذكر هذا الاستقراء قد أقول استقراء تام الشيخ تقييني في منهاج السنة طيب نعم لماذا سطرت نسيت لكن عموما إذا لم ينتشر نعم قلنا إذن عرفنا هذا الدليل الثاني وهو لأجل أنه قول الصحابي الأمر الثالث لمعرفتهم لمعرفتهم بلسان العرب وعادات النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك الزمان فهم أعلم بدلائل لسان العرب ممن بعدهم ولا شك فإنه كلما طال الزمان كلما ضعف اللسان وهذا مسلم وهم أعلموا الناس بلسان العرب عموما وبلسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل به الوحي وتكلم به عليه الصلاة والسلام وإذا قال المصنف هو حجة هو حجة ولا شك وقوله مقدم على القياس أي أنه حجة قوته مقدمة على القياس لأنه من النقل فلو تعارض قول صحابي مع قياس كان قول الصحابي مقدما على القياس قوله في أظهر الروايتين سيذكر الرواية الثانية بعد ذلك وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم بل قيل إنه قول أكثر العلماء المذاهب الأربعة عليه وهو الأخذ بقول الصحابي في الجملة وبعض أصحاب العلماء يقولون إن قول الصحابي حجة وإذا خالف القياس كان أقوى حجية منه لو لم يخالف القياس شوف إذا خالف القياس يكونوا أقوى نبه عليه جماعة منهم الشيخ منصور في شرحه المنتهى وقبله البرهان ابن مفلح نعم واختاره أكثر أصحابنا وغيرهم نعم أختار أكثر أصحاب أحمد كثير جدا القاضي وتلامذته وشيوخه وأغلب أصحاب أحمد كلهم على ذلك إلا من سيأتي ذكرهم بعد قليل وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد أيضا نعم قال وقاله مالك كذلك وأبو حنيفة كذلك وكلام أبي حنيفة النعمان في السدل بأقوال الصحابة أكثر من أن تحصى سواء في كتبه الموجودة كالمسانيد المنقولة عن أو كتب تلاميذه نعم نعم أبو حنيفة رحمة الله عليه وتلاميذته يعني أكثر ما ينقلون عن الصحابة الكوفيين كبن مسعود وذلك يقولون إن فقهة أهل العراق بذره ابن مسعود ولا ينقلون عن غيرهم لعدم علمهم وهم معذرون في ذلك أنا سأقف مع قول المصنف والشافعي في القديم قوله في القديم أي نص عليه في القديم قال وفي الجديد أيضا قوله وفي الجديد أيضا لأنه نسب للشافعي أنه قال في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجه حيث ذكر في بعض كتبه في الجديد وهو كتاب الأم من رواية الربيع بن سليمان المراد أقوال الصحابة وردها بعدم العمل بها والحقيقة أن قول الشافعي في القديم وفي الجديد كلاهما على القول بحجية الصحابي فقد وجد في كتاب الأم بل وفي الرسالة من رواية الربيع بن سليمان من النقول ما يدل على الاحتجاج بقول الصحابة تطبيقا في الأم وتأصيلا في كتاب الرسالة التي جاءت من رواية الربيع لأنه في رسالة قديمة رواها حرملا ورواها عبد الرحمن بن مهدي وهي القديمة والرسالة الجديدة التي رواها الربيع بن سليمان سواء الجيزي أو الربيع بن سليمان المراد الموجودة من رواية المراد الجيزي ينقل بعض الأشياء عن الشافعي الشافعي ولكن نقلات عنه قليلة لا أدري هل نقل الرسالة لكن ربما يكون كذلك نعم وإذلك أطال بن القيم رحمه الله تعالى في إعلام وقعين في إثبات أن قول الشافعي في الجديد كذلك وعلى العموم فالناس في حكاية قول الشافعي طرق فبعضهم يقول إن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية الصحابي وهو أضعف الأقوال وبعضهم يقول إن للشافعي قولا قولا ليس الجديد أحد قوليه يعني الجديد مرة قال بالحجية ومرة قال بعدم الحجية إذن الطريقة الثانية يقول إن الشافعي قولا بعدم حجية الصحابي والطريقة الثالث يقول إن الشافعي دائما يقول بحجية قول الصحابي وما أخذ من المسائل فإنما ترك حجية الصحابي لدليل آخر قام عنده وقوي عنده خلافا هذا القول الثاني فإن أبا الخطاب الكلوذاني وبن عقيل وأكثر الشافعية الذين نسبوا ذلك أخذوا بأن قول الصحابي ليس بحجة مسألة ما ذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر وجوب عند أحمد وأكثر من الصحابي نعم قول المصنف هذه المسألة تفريع على ما سبق فيما إذا خالف القياس وهي إذا قلنا يقدم على القياس أكد مما إذا لم يخالف القياس ونقلت لكم كلام بعض أهل العلم في المسألة وهذا يدلنا على أنهم يقولون أن قول الصحابي إذا خالف القياس يكون توقيفا ومعنى قولهم إنه يكون توقيفا يعني له حكم المرفوع وذلك فإن أبا عبد الله الحاكم صاحب المستدرك ذكر فيه أن قول الصحابي له حكم المرفوع هكذا قال له حكم المرفوع قال ابن القيم معنى قوله إنه له حكم المرفوع لا باعتبار اللفظ لا نقول إنه باعتبار اللفظ وإنما باعتبار المعنى فهو توقيف معنى وليس توقيفا لفظا وهذا عليه أهل الحديث كلهم وإن نقول عنهم بالعشرات ومن أصرح ما جاء عنهم ما ذكرت لكم عن أبي عبد الله الحاكم طبعا ابن القيم في بعض كتب استشكى الكلمة للحاكم ثم وجه في كتب أخرى له توجيها جيدا نعم قوله توقيفا نعم شرحنا قال ظاهر الوجوب أي أنه يعني يدل على وجوب الدلالة إذا دل على أمر معين نعم عند أحمد وأكثر أصحابه نعم خلافة ابن عقيل والشافعية نعم لأن ابن عقيل يرى أنه ليس بحجة عموما وإذا خالف القياسة كذلك خصوصا نعم آخر مسألة مسألة مذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر نعم شرع المصنف في هذه المسألة وهي المسألة أخيرة نقف عندها ومعذرة الإطالة شرع المصنف في هذه المسألة ببيان اختلاف أهل العلم في حكم قول التابعي إذا فرد طبعا بقول ولم يكن قوله قد اشتهر إذ لو اشتهر ولم ينكر لكان إجماعا ولم يخالف كذلك فإنه إذا خولف فإنه لا يكون حجة قال المصنف مذهب التابعي عبر المصنف هنا بمذهب التابعي وعبر قبل بمذهب الصحابي ليشمل ذلك قوله وفعله معا وقد سبق معنا في أول الكتاب مسألة عندما قال المصنف إن فعل الصحابي هل يكون مذهبا له أم لا وذكرت لكم أنها تحتمل معنين هذه الجملة أحد المعنيين أي فعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحيح أنه يكون مذهبا له إذن فقوله مذهب الصحابي أي قوله وفعله معا قوله ليس بحجة هذا هو القول الأول أن قول التابع ليس بحجة لا يلزم الرجوع إليه ولا يلزم الأخذ به فيكون قوله كقول غيره من أهل العلم لأنه ليس على سبيل انفراد حجة ولا يكون إجماعا لأنه لم ينتشر قول المصنف عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم هو قول المذهب الأربع جميعا قول المذهب الأربع جميعا وهو المجزون به في مذهب الإمام أحمد وقد نص عليه أكثر أصحاب أحمد بل قد نص عليه أحمد قال القاضي صرح شوف عبارة قاضي هنا صرح أحمد بهذا في رواية أبي داود فقال إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الرجل الأخذ به ولكن لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا ويوجد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا يتبع ما جاء عن النبي وعن أصحابه وهو في التابعين مخير فنص أحمد الصريح أنه ليس حجة يقابل هذا القول وهو قول الأكثر قول آخر ذكر بن مفلح أن الحنفي نسبوه للإمام أحمد وهو أن أحمد يقول إن قول التابعي حجة إن قول التابعي حجة وأخذ هذا القول يعني من كلام لأحمد الحقيقة أنه يعني يعني يحتمل التوجيه فقال أحمد لما ذكر كيف يؤخذ العلم قال ينظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين فقوله فإن لم يكن فعن التابعين يفيد أن قول التابعي إذا لم يخالف حجة ولو لم يشتهر هكذا فهمت هذه المسألة وإذلك نقلها بعض أصحاب أحمد رواية عن أحمد بناء على هذا وشهرت عنه ولكن وجه وأول القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن أحمد بتوجيهين التوجيه الأول أن يكون مراده بالتابعين أي إجماع التابعين بأن يكون قد اشتهر والتوجيه الثاني أن يكون مراده بالتابعين أي القول الذي سبقوا إليه فقد جاء في رواية بداود التي ذكرتها لكم قبل قليل أن أحمد قال لا يكاد يوجد عن التابعين شيء إلا وعن الصحابة مثله فكأنه يقول غالبا إن جهلت قول الصحابة فالتابعي في الغالب لا يخرج عن قولهم في الغالب فهذا توجيه والعموم هذا توجيهان ذكرهم القاضي في موضعين في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث الشيخ تقي الدين صحح التخريج فقط فقال يخرج على قوليه في تفسير الصحابة للقرآن وقد مر معنا سابقا في أول أصول الفقه عندما تكلمنا عن القرآن وأن القرآن لا يقبل فيه التفسير بالرأي وإنما بالنقل وقلنا إن النقل إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن صحابي أو عن تابعي فتفسير التابعي إذا لم يخال فليكون حجة وأن أن أحمد روايتان وأن أن أحمد روايتين في الرجوع ولزوم الرجوع لتفسير الصحابي خرج عنها شيخ الإسلام بن تيمية روايتين هنا في الأخذ بقوله وعلى العموم يعني شيخ الإسلام بيّن أن قول الصحابي غير منضبط يندر يندر جدا جدا أنه يوجد قول صحابي لا يخالف فيه يندر بل يندر أن يوجد قول صحابي عفوا قول تابعي لم يخالف فيه زاكر الله ويندر كذلك أن قول تابعي وحده في مسألة لا يوجد فيها قول صحابي نبه لذلك الشيخ نعم آخر مسألة وكذا لو خالف القياس في ظاهل كلام أحمل وأصحابي خلاف اللعب البركات نعم يقول وكذلك لو خالف التابعي في مذهبه القياس فكان قوله مخالف للقياس نحن قلنا في قول الصحابي أن قول الصحابي إذا كان مخالف للقياس قوية حتى صار في حكم التوقيف قال في ظاهر كلام أحمد لأن ظاهر كلام أحمد عدم الاحتلاج نقلت لكم قبل قليل وأصحابنا أي وأصحاب أحمد لأنهم أطلقوا أن قول التابعي ليس بحجة قال خلافا لأبي البركات المراد بأبي البركات المجد بن تيمية عليه رحمة الله فإن المجد بن تيمية ذكر في شرحه للهداية وهو شرح عظيم هذا الشرح يعني مفقود لعل الله يسر وجوده لم يكمله وهو مليء بالتقريرات وببيان كثير من استدلالات المذهب أحمد وبعضهم يسميه منتهى الغاية في شرح الهداية وجدوا أن أبا البركات استدل في بعض المسائل بأقوال للتابعين ابتداء فعلى سبيل المثال ذكروا أن أبا البركات في شرح الهداية ذكر قول الحسن ينجس ماء غمس فيه يده قائم من نوم الليل هكذا قال الحسن قال أبو البركات الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو عن نص فهذا صريح من أبو البركات أنه استدل بهذا القول أي قول التابعي وجعله له حكم التوقيف لأنه على خلاف القياس كذلك أيضا استدل بقول أسد بن وداعة في مسألة القراءة عند الميت المحتضر بسورة ياسين وقال إنه بمثابة التوقيف لأنه ثبت عن التابعين والسلف وعلى العموم يعني لو استدل بعموم الأدلة أنه يخفف عن الميت في الاحتضار هذه يعني قد تقبل ونقلوه أيضا عن بعض أصحاب أحمد وعلى العموم هذه المسألة كما ذكر المصنف نقف عند هذا القبر والأسبوع القادم بمشيط الله عز وجل نكمل ما يتعلق بالاستدلال بدليليلي مهمين جدا وهما الاستحسان والمصلحة المرسلة أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد يعني هذا أخونا يسأل سؤالا يقول ما حكم استعمال الماء الموجود في الميضأة يعني مكان الوضوء في المسجد إذا كان الناظر على المسجد أو الأوقاف أمرت بإغلاقها والماء فيها إمدادات الماء تأتي من الحكومة فهل يأخذ حكم استعمال الماء غير المباح وهل إذا سمح له القيم على المسجد كالعامل أو المؤذن أو الإمام بالوضوء يجوز له ذلك أم لا المسألة التي تتكلم عنها للعلم أظن تكلمت عنها هنا في هذا الدرس عندما تكلمنا عن قاعدة النهي قطة الفساد أو في غير النسيت وهي أنهم لما تكلموا عن الوضوء بالماء المغصوب هل يرفع الحدث أم لا تلك مسألة لا تتعلق بمسألتنا فإن الماء هذا ليس بمغصوب ليس بمغصوب لأن الماء موقوف أساسا وإنما أغلقت في وقت معين إما لأجل وباء معين أو أغلقت لأجل وقت الصلاة يعني تعرفون بعض المساجد لا يكون فيها دورات مياه مهيئة بطريقة معينة فبعد الصلاة مباشرة يغلقوا القائمون على المسجد دورات المياه احتياطا بأمور لكي لا تتسخ ولكي تبقى نظيفة فإن لو فتحت في كل وقت ربما آذة المصلين الذين يريدون أن يتوضعوا قبل الصلاة فيجدوا فيها أو ساخن فنقول إنها ليس من باب استعمال المغصوب المحرم وحينئذ فإنه يجوز هذا من جهة الجهة الثانية أنه لو نظرنا لما يسمى بالمآلات والمقاصد فإن المقاصد إنما هو عدم عدم إضرار الناس بالمرض وعدم اختلاطهم مثلا وعدم أفساد دورات المياه فإذا أذن القائم على هذه سواء كان ناظرا أو غير ناظرا فإنه في هذه الحالة يصح الوضوء ونقول من غير كراها حتى من غير كراها لأن الغاية يعني تخصص أمر معنا أيضا تذكرون في العموم أن العموم يخصص بالمقصد وسيأتينا إشارة في المصلحة ربما إشارة لبعض الشيء إن أمكن الوقت يقول أخونا هل هناك فرق بين الدليل والحجة في استلاح الأصوريين في الغالب أنهما مترادفان في الغالب أنهما مترادفان لكن قد يطلق أحيانا الأدلة يعني على الأدلة النقلية أحيانا في استخدام بعضهم لكن في الغالب الاستخدام أنها مترادفة أخونا يقول هل تقسيم المصالح المرسلة إلى حاجية وتحسينية هو تقسيم حدي هكذا حدي أم أن بعضها يدخل في بعض وقد يكون حاجيا باعتبار تحسينيا باعتبار آخر إذا كان أخونا يقصدوا بالحدي يعني أنها يعني فواصب فلا شك أن المعاني ليست حدية كل المعاني ليست حدية الحدود إنما هي في الحقائق أما المعاني فهي أمر نسبي كما لا يخفى على الجميع أمور نسبية فالأمور النسبية هذه ليست دقيقة وسيأتينا إن شاء الله الحديث عن الأنواع الحاجي والتحسيني الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل يقول كيف يعرف أن قول الصحابي انتشر أم لا يقول يعرف قول الصحابي أنه انتشر بأحد أمور الأمر الأول إذا كان من الخلفاء الأربعة فإن كل قول من أقوال الخلفاء الأربعة فإنه منتشر كيف قالوا لأنه خليفة وإمام الأمر الثاني إذا كان ممن ولي ولاية مثل من كان أميرا على الشام أو على مصر أو على الكوفة أو على يعني غيرها من الأمصار أو البحرين كأبي فريرة التي هي الأحساء فإنه في هذه الحالة يعني إذا تكلم فقد انتشر قوله ووصل أو كان قد تكلم فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال أو فعله عمر رضي الله عنه انظروا لهذا الفعل منه عندما قام في المصلين يصلي بهم بعد الإقامة فأراد أن يعدل إزارة يريد أن يعدل إزارة وهو يعدل إزارة مسى فرجه بيده فقال على رسلكم ثم ذهب فتوضأ وجاء هذا انتشر لأنه أمام الناس بمحظر بمحظر منهم فرأوه إذن القراء لكونه كان في مسجد لكونه كان في ولاية لأن صاحبه صاحب ولاية لغير ذلك من الأمور كلها تدل على صفة الانتشار ومن تأمل في كتب شروح لحديث ربما يجد عدد من القواعد أو العلامات التي أوردها العلماء يقول من يقرأ في كتب المذهب ثم ينظر في أقوال الصحابة ويستدل بها المذهب فهل هذا على وجه صحيح أم لا لا هو صحيح لا شك لا شك لكن الخطأ ما هو وانتبه لهذه المسألة وقد وجدت بعضا من فضلاء أهل زماننا يريد أن يتبنى هذا المنهج ماذا يقول شوف يقول نأخذ الفقه من أقوال الصحابة مباشرة مباشرة نأخذ الفقه من أقوالهم وهذا القول تنظيرا جيد تطبيقا غير صحيح لأن أقوال الصحابة ننظر فيه كتابين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وإن شئت زدت لهما كتاب الأوسط لابن المندر محمد بن إبراهيم ابن المندر هذه الكتب الثلاثة مليئة بأثار الصحابة تجد قول الصحابة تجد قول الصحابة في أحدها بصيغة وفي موضع آخر بصيغة أخرى قد يكون حرف النص قد يكون اختصر النص قد يكون فهم النص على غير وجهه وإذلك قلنا إن أحمد ليس حافظا لنصوصي الصحابة وإنما عالم بها بعض الناس وجد كلاما لبعض الصحابة في المصنف في علة الربا فقال إنه العلة نفيت وأن الأصل التوقيف بناء على كذا ثم ترجع لنفس قول الصحابة في موضع آخر تجد أن كلامه مغاير لمفهمه هذا الرجل أنا قصني من هذا نفرق بين المذاهب المخدومة المتبوعة التي تتابع على سبرها وبيان القيود التي فيها والاحترازات والأحكام والتفصيل والشروط غير المسألة التي لا يوجد إلا في نص عندما تقول قد تمذهبت بأحد المذاهب لأربعة المتبوعة فأنت لم تقلد ميتا وإنما قلت حيا متسلسلا وذلك الذين قالوا أن تقريد الميت ممنوع قالوا لأنه ذهب قوله فأنا قصدي من هذا الكلام على أني اختصرت فيه كثير وهو قضية مسألة أن قول الصحابي عظيم وجريد لكن يجب أن يفهم على وجهه بفهم أهل العلم هذا أحد الأخوة يقول اشتريت شقة عن طريق البنك بنظام الإسكان الاجتماعي في مصر وفيها زيادة نسبة عشر بالمئة سنويا ولم أعلم أنه ربى حتى مرت سنة على هذا العقد فما حكمه وماذا أفعل نقول يجب عليك أولا أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه هذا واحد ثانيا لا شيء عليك استمر في عقدك فإنك قد أنشأت العقدة وأكملت وانتهت وأصبحت العين ملكا لك الآن البيت ملكك صار وإنما في ذمتك هذا العقد هذا الدين وإنما في ذمتك هذا الدين فاستغفر الله فقد كنت جاهلا استغفر الله عز وجل وتوب إليه سبحانه وتعالى واستمر في قضائي هذا الأمر انظر معي الناس ثلاثة أو نعم نعم ثلاثة رجل يعلم أن العقد رباء فدخل به وهو عالم بكونه رباء واستمر فهذا آثم فعله الثاني رجل لم يعلم أنه رباء ودخل فيه ثم استغفر فنقول ما دام أنه لم يكن عالما فلا شيء عليه هنا لا شيء عليه هنا وهل يرد إنما يرد ما كسبه هنا لم يكسب هو اشترى وهو دافع يدفع الفائدة وليس آخذا الذي يقرض هو الذي يرد الفائدة وأما الدافع والبادل فلا يرد شيئا ما يرد شيء هو دافع والخسران مسكين ما الذي فلكم رؤوس أموالكم ما هي المادل أنا اشتريت سلعة والسلعة لا تعلق لها بعقد الرب وإنما الرب فائدة تراكمية لكن انتبه ما الفرق بينه وبين الثالث الثالث علم أنه حرام فتركه لو قال الشخص لا أريد أن أسأل لأنه لا إثم علي نقول صح لا إثم عليك لكن فرق بين رجل عقد عقدا مباحا وبين رجل عقد عقدا محرما لا يعلمه مشتركان بعدم الإثم لكن الذي عقد عقدا مباحا تكون البركة في ماله أكبر البركة أكبر بل قد تنزع البركة من مال الرباء ولو رفع عنك الإثم وانتبه لهذا المسألة أقول هذا لماذا لأن بعض الناس لقلة فقه في الدين يقول يا أخي لا تسأل عن المعاملات سيرفع عنك الإثم لأنك جاهل نقول أولا إن سلم لك رفع الإثم مع قدرتك على العلم وعدم مع قدرتك على السؤال وعدم سؤالك هذا من جهة إن سلم ذلك فإنه إن ارتفع عنك الإثم فسيبقى ارتفاع البركة نعم مالك صحيح تنتفع بالمال ولا إثم عليك لكن بركة ليست كبركة في غيرها أن ترى العمل الذي تعمله بعض الإخوان يعمل نفس الدوام أحدهما يبارك له في مالها أكثر من الثاني نفس الراتف هذه أمور في القلب لا يعلم بها لله عز وجل من أسبابها البركة الصدق في المال وذلك البركة يكون سببا لعدم وجود الآفة التي تذهبه المال مرة واحدة البركة معناها صرف المال في وجهه وغير ذلك السؤال الأخير يقول استدلال أحمد بقول الحسن في ختم القرآن في أقل من أربعين يوم هل هو من قول التابعي هو في الحقيقة أن أحمد استأنس بقول الحسن لأنه جاء في بعض طرق الحديث حديث بن عمر أنه قال أربعين لكنه ضعيف فبعضهم يقول إن الاستدلال الحديث الضعيف وعضده قول تابعي فيؤيده هذا هو الاستدلال وممكن كما تفضل أخونا جزاه الله خير أنه قد يكون باب الاستدلال طبعا استدلالات أحمد بقول التابعين أو ذكر أحمد قول التابعي فقهاء أحمد لا يحملونه على أنهم باب الاستدلال وإنما يقول أنه من باب حكاية المذهب حكاية المذهب طيب آخر سؤال عندنا يقول إصحاب حكم الخطاب حتى يريد ما يغير ذلك الحكم ما يسمى هذا المسألة تطبيق القواعد الأصولية حتى يثبت النقل نسميها تطبيق القواعد الأصولية أن الأصل في الأوامر الوجوب الأصل في النهي الفساد الأصل في 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 الأوامر النواهي التحريم الأصل في العموم بقاؤه على عمومه إلى أن يريد مخصص الأصل في الألفاظ الإطلاق حتى يريد مقيد وهكذا من الأمور وصلى الله وسلم وبركة عن أبينا محمد